بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنا بها بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة تيسير العلي العظيم في أداء ماءات القرآن الكريم من نظم الشيخ عليم الغامدين مكي نفع الله به آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال علي وهو نجل الغامدين ارحمه يا ذا الفضل والمحامدين أبدأ باسم الله ثم الحمد مصليا مسلما وبعد باب فوائد علم ماءات القرآن وعصولها وعلم ماءات القرآن يافع فنفعه عند الأداء ساطع كذاك في التفسير وهي عدة أصولها لدى الخبير سبعة فانفش ترط وعجب كذاك استفهمي وكد وصدر سل كذاك فافهمي وبعض ما آت القرآن تحمل أكثر من معنى كما قد نقلوا لم تأتي في القرآن للتعجب في ثابت سوى اثنتين فاطلبي أصبرهم أكفره قد ذكرى وقيل الاستفهام فيه ما جرى وما في الاستفهام تحذف الآلف حينا بها وزيد ذا حينا أولف ماذا للاستفهام أو موصولة أو ما للاستفهام ذا موصولة واحتمل الثاني بيرجعونا تكسب ماذا خلق الذين باب ربة الصوت عند أداء ما آت القرآن والصوت فارفعه بلا تعدي في النفي ثم قد أتى من بعد تعجب ودونه استفهام في غيرهن الرفع لا يرام والرفع للصوت بحرفي ما فقط وارفع بأول إلى الثاني سقط كقوله سبحانهما العقبة من أجل أن ساكنا قد عقب إن عملت ما ذاك الاسم الواحيد فارفع بها الصوت جميعا تسعد أما إذا ما استعملت ذاك الذي فارفع بما فحسب لذا تحتذي لولو ماذا ينفقون إن قري العفو منصوبا خلاف الآخر وربما تحتمل الأمرين فأنت بالخيار في هذين في نحو ماذا ينفقون كل ما أنفقتمه في البكر فاحفظ علما وربة الصوت إذا لم تحكمي قد تؤيم المعنى السقيم فافهمي يفسد أيضا حلية التلاوات وزينة الأداء والقراءة كالرفع في موصول ما أنزلنا كذا استوى ما لك لا تأمن والوهم في رفعك ما لا يرفع أعظم من وهم استوى ما يرفع باب الوقف على ما آت القرآن والابتداء بها إذا أتت ماذاك الاسم الواحد فاحذر من الوقف على ما تهتدي ويحسن البدو بما إذا غدت صدر الكلام وهي أربع بدت فانفش تارط وعجب كذاك استفهمي وليس ذا مطيدا فالتعلمي فربما في هذه الأربع لا يحسنون ابتدى كأن تتصل بما أتى قبلك أن تقول ما جاءنا فالتدري ما أقول وربما البدء بغير ما خال من أربع مستحسن فحصل كم ابتدى الآي بموصول وقع كما أفى الله في الحشر سطع وجاز الاستئناف مما عندما تنفس القار يضيق فعلما لو لم تكن صدرا كقول السابقة مقال آمنا ببكر شارقا باب القائلين بأداء ماءة القرآن وحجة فيه وحكمه وجاء عن أئمة أعلامي من سابق ولاحق إمامي كالهذري والشهر زوري مع الجعبري والهمذاني وحجة الباب لسان العربي فمثل هذا في اللسان العربي وهو كمال ليس أمرا واجبا وليس في الإتقان شرطا صائبا وقد غلى في هذه الأزمان في النبر بعض مقرئ القرآن الخاتمة نسأل الله حسنها وفي الختام حامدا مصليا مسلما على ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأخيار ما قرأت ما طيلات الأصاري اللهم صلي وسلم وبركة عنبي محمد بعدد خلقك ورضا نفسك ورضا عرشك ومدرد كلمتك الله نجيمك لضيقي وأنت إله نمو ولن جميع وعبلي في مدية المستقر ثم دافنا في البقية وفي اللي ولوالدي ولمشيخ المسلمين آمين